السنة دي هي الأصعب زي ما بقول في بداية الموسم نادي الإسماعيلي بدأ الموسم من غير مزير فني وده كان خطأ كبير جدا 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 لأن الكابتن حمزة الجمل كان ناهي الموسم وقعد الفريق فأعتقد أنه يعني علي بأنه يكمل لازم لازم يبدأ هو تاني ولازم يكمل وهو يشتغل ويجيب لعيبته وتدي له فرصة يقدر يشتغل بها وده أنا كنت شايف كان هيبقى ده النجاح وده الصح لكن إحنا بدأنا ما كانش فيه مدير فني فجيبت لعيبة وبعد ذلك جيبت عليهم جريده طبش اللعيبة جات إزاي ودلوقتي بقى فيه لغط كبير لأ لعيبة جات وده موجود وده مش موجود وده اللي جاب فبقى الموضوع بقى يعني مش واضح صح لكن لو فيه مدير فني هو اللي هيتحكم وهو اللي هيقول وهو اللي هتحسب يجيب اللعيبة وهو اللي في الآخر هيتحسب صح فأنت دلوقتي ما بقتش عارف الموضوع بقى مشايع زي ما بقولوا وهو ده اللي عمل لك المشكلة الكبيرة لأن طبيعي يا كابتن كريم عشان تعمل فرقة لازم متخصص يعملها متخصص اللي هو المدير الفني صح العالم كله بيبقى فيه مدير رياضي بيجيب مدير فني هو المسؤول عن اللعيبة لأن زي ما حضرتك اتفضلت وقلت هو اللي هيتحسب مزبوط فأنت فأنت بصرف النظر مش عايزين نتكلم طبعا عن اللعيبة فيه العيبة النادي الإسماعيلي عشان ناجي من كده ايه من من أولها يعني لأ فيه لعيبة كويسة جدا طبعا في الفرقة دلوقت طبعا طبعا في العيبة كويسة في زمدهم كان في المية أنا مش أقول لك أسماء ولا أعداد بس النسبة كان في المية اللعيبة اللي يبني عليهم الإسماعيلي حتى في المستقبل يعني أنت بتتكلم عندك 60% 60% آه عشان كده لسه بنتكلم لا أنت في وسط الفرق اللي موجودة لا أنت فريق كويس وعندك قوام كويس لكن المشاكل اللي أنت بدأت غلط إعدادك كان غلط المدير الفني مستر جريد وإيجا متأخر كان فيه برضو بعض المشاكل في بعض الانتدابات عشانه بقى واضحين من غير ذكر أسامي لا يعني أعتقد أنه هما ما كانوش على المستوى المطلوب ده عملك مشكلة في البدايات ما تعرفش تجمع بنات زي ما بقول كان بدايتك غلط إعدادك ما تعملش بشكل مظبوط عبل ما لميت نفسك اخسرت بنات كتير حصل لك بعد كده مشكلة كبيرة بأن النادي قاعد فترة من غير إدارة ودي إحنا تحملناها ميدو والجهاز اللي كان موجود تحمل أصعب فترة يا كابتن كريم أنا اشتغلتها في النادي الإسماعيلي في تاريخه كانت صعبة فيه أصعب مرحلة في تاريخ النادي الإسماعيلي طبعا طبعا هقول لك ليه لما تيجي تشتغل كان فضل 48 ساعة وتلعب الزمالك ده ما فيش مشكلة خالص الناس كلها مدربين وميدهم مقاتل وشخصية احترافية بجد بجد يعني الراجل اشتغل وقلق نتحمل وبتاعه كده دي ما فيش مشكلة لكن تاني ماتش حرص الحدود وكان فيه مشكلة كبيرة اللعيبة بقالها تسع شهور ما خدتش فلوس تسع شهور آه طبعا طبعا اللعيبة بذات اللعيبة القديمة اللعيبة الجديدة اللي جات طبعا خدت موانتماته بتاعه ما دي مشكلة أصلا كبيرة تانية ان انت بقى عندك تفريق عملك مشكلة كبيرة صح وعشان كده بقولك ده الأصعب ده الأصعب طبعا وانت زي أصلا انت هايبقى انت انا اتصورك هابتين أشرف وانت هتأكد لي ده انه كان عندك دور نفسي ومعناه أكتر من الفني انت زي تقعد تقنع لا ما بيخش تسع شهور انت قدت معانا كده صح لا لا موضوع كبير آه طبعا وموضوع صعب وكان فيه انتقاضات كتيرة لكن الحمد لله الناس القريبة كانت عارفة الشغل كان ازاي انت تخيل ان انت قبل المنشاط لعيبة من نجوم والفرقة وبيجوا يقولولي يا كابتن مش قادرين يتمرن مش قادرين يتمرنوا بجد والله يعني وانت غصبا عنك عمال تطبطب وتهدي وبتختار نوعية تدريبات معينة في الظروف دي الكلام اللي انا بقوله طبعا انا عرف ان حضرتك يعني ممكن يبقى مفاجأة لان احنا ما حبناش كتير نتكلم في المواضيع ديت بس برضو حتى لما جات اللجنة لا اعرفها احنا كنا شغلين ازاي اشتغلت بتاع شهر بدون مجلس فيش فلوس فيش حاجة فيش حد تتكلمه لو عندك مشكلة لا اتكلم مين انت 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 اللي كنت انت مجلس الادارة ميدو ومنصف وعمر جمال واحمد الجمل الناس اللي موجودة هي دي اللي موجودة بشكل دائم جوه النادي بنكلم من الايب اعتقد الحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر